اكثر من 130 خرقا للهدنة قامت بها عناصر الميليشيات الحوثية في جبهات الفاخر وباب غلق ومريس وبتار والثوخب والجب شمال وغرب الضالع حيث تعمدت الميليشيات الحوثية استهداف مواقع القوات المشتركة بمختلف انواع الاسلحة والتي كان اخرها قصف طائرة مسيرة لموقع شعب الماء التابع لقوات اللواء ثلاثين مدرع بجبهة الفاخر في هذه اللحظات الآن قامت طائرة مسيرة بضرب احد المواقع في شعب الماء بجبهة الفاخر كما تلاحظون الامر الذي يؤكد ان الميليشيات الحوثية باختراق الهدنة بشكل مستمر في جبهة الضالع قبل اللحظات طائرة مسيرة يقوم بضرب موقعنا الذي هو قريب شعب الماء بجبهة الفاخر وما زلنا في افراد وضباط وصف ضباط في الواء ثلاثين مدرع صامدين صمود القبال كما الوحدات الاخرى من المقاومة القنوبية والمقاومات الشعبية والالوية من جميع المحافظات اليمنية لقد قام الطيران مسير بضرب مواقعنا في جبهة الفاخر وحبي العبدين وهي الان ما زالت تستمر بخروق الهدنة ونحن الان في جبهة الفاخر مستمرين بالالتزام بالهدنة الاممية ونحن مستعدين لأي طار أن يكون من قبل الحوثين كما تقوم عناصر الميليشيات الحوثية باستهداف المناطق السكانية ومزارع وامتلكات المواطنين بقذائف الهاون ورصاص قناصها ومختلف الأسلحة وقد شهدت أطراف مناطق مريس والمشاريح وبتار وحبيل العدي وحمان وسليم العديد من الخروقات حيث لقي المواطن محمود العامري حتفه بعد استهدافه برصاص قناص حوثي أثناء مروره من منطقة الجبارة مريس مسافرا باتجاه دم عبر الطرق الفرعية هذه الهدنة مع الميليشيات الحوثية هي ضياع وقت ولقد قاموا بأول يوم من الهدنة بعدد من الطيران المسير بقصف المواقع والضرب العشوائي بالهاونات على المواقع والأحياء السكنية في هذه المنطقة خروقات متعددة لعناصر الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات الضالع مع استمرار الميليشيات الحوثية بقطع الطرقات الضالع صنعاء والضالع عب وتستمر كذلك في زراعة الألغام والعبوات الناسفة شمال وغرب الضالع من جبهة الفاخر محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع